اشتركوا في القناة شؤون الشباب ورئيس وأعضاء جمعية بيوت الشباب البحرينية يمثل بيت الشباب المتنقل جانبا من ريادة مملكة البحرين باعتباره فكرة بحرينية خالصة وقد تم تصميمه وصناعته بأيد بحرينية وبأحدث التصاميم حيث استغرق تصميم البيت المتنقل أربعة أشهر وذم بيت الشباب المتنقل ستة أسر خاصة بنظام الكابسولات متضمنا جميع المرافق الخاصة والاحتياجات المطلوبة للترحال والمغامرة كما يوفر هذا البيت سبل الراحة الكاملة لتكون رحلاته المتميزة من كافة النواحي بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين تستهدف دائما الريادة في مختلف المجالات خصوصا الجوانب الشبابية حيث بلغت المملكة في هذا الجانب مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى الخارجي بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الشباب من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمسالدة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قال سموه أن بيت الشباب المتنقل فكرة شبابية بحرينية خالصة لن يحق لنا أن نفتخر بها فهي تساهم في وضع مملكة البحرين في مكان متميز وضمنت لها الصدارة في طرح الأفكار الرائدة خاصة وأن بيت الشباب البحرينية تتكي على تاريخ كبير وناصع من الإنجازات وبيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أهمية الاستغلال الأمثل لبيت الشباب المتنقل في تعزيز السياحة الشبابية وزيادة حجم المبادرات التي تساهم في التقاء الشباب البحرين مع أقرنائه من الدول الشقيقة والصديقة هذا وقد استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة خلال التتشين إلى شرح مفصل عن أهمية مشروع بيت الشباب المتنقل وآثاره الإيجابية على الحركة الشبابية في مملكة البحرين وجعلها في دائرة الأضواء بالإضافة إلى الأهداف والقيم والرسالة التي وضعت لهذا البيت والتي ستساهم في دعم الشباب البحرينية الشغوف بالمغامرة والاكتشاف وحب الإنجاز والمتطلع للقاء أقرنائه وإيصال رسالة مملكة البحرين